انتشرت هذه المشاهد بشكل كبير حول العالم لتكشف هولى الحرائق التي تشتاح غابات كندا ما حول لون سمائها إلى الأحمر وهذه الصور لما قبل الحرائق وبعدها تظهر حجم الكارثة البيئية والإنسانية يالو نايف إحدى أكبر مدن شمال كندا والتي يقتنها عشرون ألف نسمة مهددة بخطر وصول النيران إليها في نهاية الأسبوع وهذا ما دفع بالسلطات إلى إجلاء السكان فورا في إحدى أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ البلاد فكندا تكافح حاليا قرابة مائتين وأربعين حريقا من أصل ألف ومئة حريق اندلع في أسوأ موجة تشهدها المنطقة على الإطلاق بسبب تداعيات الاحتباس الحراري والجفاف وموجة حار غير مسبقة الكارثة تسببت بتوابير طويلة في الساحات العامة وفي أروقة المطار وبسبب الضغط الشديد طلب المسؤولون من الأشخاص الذين انتظروا طوال ساعات للصعود على متن طائرات الإجلاء المحاولة مرة أخرى السبت وفي ظل الفوضى العارمة تواجه شركتات طيران رئيسيتان في البلاد انتقادات بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ورسوم إعادة الجدولة جزر الكنار الإسبانية وعددها سبعة تكافح بدورها أخطر حرائق منذ أربعين عاما ما أسفر عن إجلاء ثلاثة آلاف شخص ودعوت حوالي أربعة آلاف آخرين إلى البقاء في منازلهم بسبب الدخان ورداءة نوعية الهواء النيران اندلعت بعدما شهدت الجزر موجة حار تسببت بجفاف شديد في المنطقة وتعتبر إسبانيا من البلدان الأكثر تأثرا بالتغير المناخي ففي عام 2022 كانت الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من جراء 500 حريق قضت على مساحات واسعة بلغ حشمها ثلاثة آلاف كيلومتر مربع وفق مركز معلومات حرائق الغابات الأوروبي